إن الفصل خمسة وخمسين بيقول ونلخص الحديث هكذا لاحظ كيف أن تعليم المخلص يزداد انتشارا في كل مكان بينما كل عبادة وثنية وكل ما يتناقض مع إيمان المسيح يزبل كل يوم ويضعف ويتلاشى وهكذا استنظر ذلك فاعبد المخلص الذي هو فوق الكل والمقتدر أي الله الكلمة واشجب هؤلاء الذين غلبهم وأبادهم شوفي هنا برضو ركز في الفقرة دي على جانب التعليم تعليم المسيح تعليم خلاصي مش مجرد فلسفة بيقولها لكن تعليم يقول إلى خلاص البشر لأن الكتاب قال هلك شعب من عدم المعرفة عدم المعرفة طب يخلصوا بإيه إن هم يعرفوا الآب ويعرفوا سر الطقوة إزاي نعيش مع ربنا المسيح استخدم وسائل بسيطة جدا لم يستخدم اللغة الصعبة أو إذا قلتلك قبل كذا خرفت الكلام كلمات بسيطة ولم يستخدم تلاميذ له فلسفة متعلمين لغات ومعهم شهادات لكن استخدم ناس بسطة وعلمهم بطريقة بسيطة وكلفهم ينشروا هذا التعليم البسيط للعالم كل اللي ينظر بطريقة بشرية يقولها يعملوا إيه دول في وسط الفلسفة يعملوا إيه دول في وسط العبادات الأوثان اللي لها جدر في الشعوب خمس تلاف سنة قبل الميلاد مش هيقدر يعملوا حاجة حتى عددهم سيدنا يعني عددهم القليل جدا وإمكانياتهم وإمكانياتهم المالية أو الزهنية أو أي حاجة طبعا اغتنوا بالروح القدس عشان ما حاش يقولوا أنت بتقليلوا من الروح اغتنوا بالروح القدس هو جاب ناس أواني خزفية حط فيهم كنز وقدروا أنه هم بأسلوبهم البسيط يغلبوا التعليم الموجود في العالم كل عبادة وثنية وقعت عندنا النبوة اللي قالها إشعية عن عدرة مريم هو إذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى أرض مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها هنا أوثان مصر سقطت فين الأوثان أنه هذا في مصر كانت خمس تلاف سنة قبل الميلاد المصريين يعبدوا أوثان مش بقوة بشرية ولا معهم آلات بيحطموا بها الأوثان ولا أي حاجة الناس تتركوا معابد الأوثان في بلاد بتكملها طبعا لما نكون إحنا كلنا وسنيين وعملنا معبد كلنا بقينا مسيحيين فالمعبد ده نتهروا ونصلي فيه بقى كنيسة مش المسيحيين استقلوا على المعابد حولوها الكنايس حاش مش طريقتنا لكن الحاصل أن البلد كلها قرية فيها معبد تحول إلى كنيسة ليه لأن ناس سكان البلد بقوا مسيحيين كلهم بقوا مسيحيين المسيحية مش ضد أن يكون فيه تاريخ مش ضد أن يكون فيه أثور اللي هي نتكلم عن الإنسانية وعن الحضارة وعن تطورها يعني مهما الناس تحوالوا للمسيحية لكن بالعكس تبقى أخلاقهم أكثر طيبة سموه طبعا وأكثر سموه أكيد سيدنا